مرة تانية في اليوم العالمي للمرأة كل سنة وكل سيدات مصر بخير ونروح دواتي نشوف تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقة سؤال حلقة مرة تانية احكي لنا عن ست جدع في حياتك وعايز تقول لها شكرا في نورة علي بتقول سباها الخير عليكم الست جدع هي أمي هي ست مربية لعشر أولاد تمن بنات وولدين ما شاء الله أنا نفسي أعرف هي أمي وأبي ربونا إزاي أنا أمي ربتنا على القناعة والاحترام والأخلاق وحفظت علينا والأهم إنها جوزت سبع بنات وولد توفاه الله هي وأبي إنجازات كتير عملتها أمي عايزة كتاب ولكن مهما أكتب أو أقول عمري ما هوفيكي حقك أنت وأبي ربنا يرحمكم ويصبرنا على فرائكم يا ربنا ربنا يرحمهم يا رب ويمكن من أحسن الحاجات اللي هم عملوها أن هم يربوا فعلا يعني عشر أولاد على القناعة والحب والتفاهم يمكن أن أنت النهاردة بتذكريها بالمحبة دي كلها يعني معنا كده أن هي نكحت في رسالتها ربنا يا رب يرحمها ويصبرك حسن محمد بيقول صباح الخير ولو هتكلم على أجدع ستة في حياتي وفضلها علي فأكيد هتكون أمي ومن خلال البرنامج أحب أقول لها شكرا فيه كمان نرمين هاشم بتقول صباح الخير يا بسانت صباح الخير يا جمعنا صباح الخير يا نرمين كل سنة وأنتم طيبين وبخير السادة الجدعة الشطرة المفروضة أشكرها قدام الناس كلها هي أمي لأن هي بتتحمل كتير جدا جدا من ضغط الشغل والبيت وكل حاجة ربنا يبارك فيها ويحفظها ويحميها ويطول في عمرها يا رب العالمين ملعظة أن التعليقات كلها يا بسانت عن الأم يعني أكيد كلها بنشوف أمهاتنا أحسن ستات في الدنيا وأجدع ستات في الدنيا لكن حاولوا كمان تقول لنا قصص لسيدات تانية شفتوهم قصص نجاحات تانية لسيدات تانية كمان عرفتوها أو أثرت فيكم حقيقي يعني زي ما أنت قلت ممكن ناس كتير قوي كتبها عن الأمهات عبد المنعم جاب الله كمان بيقول بالنسبة لي أجدع ستة عندي هي أمي اللي يرحمها لم تكن متعلمة ولكنها أفنت حياتها لكي نتعلم كانت عمود البيت ورحمها الله يعني ربنا يرحمها يا رب وفعلا أنه ستة ما تبقاش متعلمة لكن هي تصر أن أولادها يتعلموا يكملوا تعلمهم دي من الحاجات برضو الجميلة يمكن زي ما أنت قلت إن كل التعليقات تقريبا أو معظمها بتتكلم عن الأمهات بمختلف بقى التضحيات اللي هم قدموها لكن عايزين نعرف من حضراتكم فعلا لو فينا ماذج تانية ممكن تبقى مديرة في الشغل لسعادتك بطريقة معينة إنك تبقي أحسن علمتك أكتر ممكن تبقى واحدة صحبتك على فكرة يعني أنا جمانة كمان يعني صاحبة قريبة ملتلية من الصحبات اللي أنا مبسوطة أنا تعرفت عليها صاحبة جدعة جداً ممكن واحدة صحبتك تكون كويسة جداً معاكي أختك سيدة اتعاملتي معاها في الشارع يمكن أثرت فيك بشكل معين ده عمتاً يعني سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك ومستنين لست إجابتكم اللي هنتكملها على بقية الحلقة